فيرى النبي عليه الصلاة والسلام أو يسمع خشف نعلي بلال رضي الله عنه أرضاه لكن والله فيه عجب يا أخي في هذه الحادثة وهي العجب أن النبي عليه الصلاة والسلام يسأل بلال رضي الله عنه لاحظ النبي هو الذي يسأل بلال ما هو أرجى عمل عملته يا بلال في الإسلام يعني ما هو أكثر عمل ترجو به لطف الله ورحمته وكرمه وعفوه ومغفرته فقال يا رسول الله بيّن يعني أرجو أن أعظم عمل أنا أقدمه وهذا يتضح أن هذا فيما يتعلق بالنوافل لأن أعظم ما يقدم الإنسان الفرائض أني لا أتطهر يعني لا يتوضأ بلال في أي ساعة إلا ويصلي بعد هذا الطهور وبعد هذا الوضوء ركعتي الله أكبر لكني الحقيقة أنا أتعجب شوف كيف تواضع النبي عليه الصلاة والسلام ليسأل بلال لأنه سمع خشفا عليه في الجنة الله أكبر ففي هذا بشارة من ناحية لبلال وفي هذا بيان أن الإنسان يعني النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يرسل رسالة للصحابة وهي ويبين أن بلال بهذا العمل الذي في نظرنا أنه يسير بلغ تلك المنزلة العالية ألا وهو شهادة النبي له بالجنة صلوات ربي وسلامه عليه يقول شعار المسلم عندما يتأمل في مثل هذه المواقف لا تحقرن من المعروف شيئاً يعني نحن لا ندري ما هو العمل الذي سندخل بسببه لأن الإنسان يقبل على أي عمل صالح وأي باب خير يفتح له لأنه ربما يختم به على هذا العمل والإنسان يبعث يوم القيامة